السلام عليكم أخواني متابعين على قناة English with Simo إذن في هذا الفيديو سنستمر في هذه السلسلة من تصحيح تمارين أزمنة الأفعال في الامتحانات الوطنية هذه السلسلة من التمارين أوضح فيها للتلميذ كيف يمكن أن تجيب على تمارين أزمنة الأفعال في الامتحانات الوطنية بطريقة بسيطة والأشياء التي ينبغي عليك أن تعرفها قبل أن تضع أي فعل في الزمان المناسب إذن بالنسبة للسؤال الذي نعطيه دائما في الامتحانات الوطنية فيما يخص هذا النوع من التمارين هو كالتالي إذن question أو السؤال والسؤال دائما يأتي على هذا الشكل put the verbs يعني ضع الأفعال between brackets يعني ضع الأفعال التي توجد بين القوسين in the correct form أو in the correct tense يعني في الزمان المناسب بالنسبة لهذه التمارين يمكن أن تكون على نقطتان أو ثلاث نقاط أو في بعض الأحيان حتى أربع نقاط إذن ركز معي جيدا وحاول أن لا تضيع هذه النقاط في الامتحانات الوطنية لأن الإجابة على مثل هذه التمارين بسيطة جدا وسأوضح لك في هذا الفيديو كيف ستجيب على هذه التمارين إذن للاشتغال على مجموعة من التمارين سنعتمد على تمارين أعطيات في امتحانات وطنية سابقة وأذكركم مرة أخرى أنه يمكن لكم تحميل هذا الملف انطلاقا من الرابط الموجود أسفل هذا الفيديو فهو يتضمن جميع الامتحانات الوطنية في ملف واحد منذ سنة 2010 إلى سنة 2021 في ملف واحد إذن بالنسبة للسؤال كما قلنا هو put the verb switch in brackets in the correct form يعني ضع الأفعال التي توجد بين قوسين في الزمان المناسب سنبحث على مثل هذه التمارين في هذه الامتحانات الوطنية وسنبدأ بهذا التمرين كما تلاحظ إذن سنأخذ هذا التمرين من هنا من امتحان وطني سابق وسنصححه ثم سأشرح لكم طرق الإجابة على مثل هذه التمارين إذن هذا هو التمارين الذي سوف نشتغل عليه كما تلاحظ فالسؤال نفس السؤال الذي قلته put the verb switch in brackets in the correct tense يعني ضع الفيديو الذي يوجد بين قوسين في الزمان المناسب وهنا كما تلاحظ لديك أربع نقاط على هذا التمرين إذن هذا التمرين فهو أعطيه على شكل جمل وليس على شكل فقرة إذن تقرأ كل جملة تبحث عن الكلمات المفتاح داخل الجملة ثم ستعرف في أي زمن ستضع الفيديو الذي يوجد بين قوسين دائما ابدأ بالجمل البسيطة كيف ذلك؟ مثلا لاحظ معي الجملة الثانية سنبدأ بالجملة الثانية لأنها بسيطة جدا لدينا the heavy rainfall damage يعني الفيال الذي ينبغي أن نصرفه هو فيال damage a lot of roads last December إذن تقرأ الجملة دائما يعني تقرأ الجملة كلها ثم تبحث عن الكلمات المفتاح التي تدل على الزمان داخل الجملة إذن مثلا في هذه الجملة ما هي الكلمة المفتاح التي تدل على الزمان؟ لدينا هنا last December ماذا تعني last December؟ تعني في دجنبر الماضي سأكتب لك الترجمة هنا إذن last December تعني في دجنبر الماضي إذن عندما نقول في دجنبر الماضي فمن طبيعة الحال نتحدث عن زمن الماضي لأننا نتحدث عن الماضي last تعني الماضي هذا يعني أن هذا الفيال يجب عليك أن تضعه في زمن الماضي ما هو فيال damage في زمن الماضي؟ بكل بسطة فهو فيال عادي جدا إذن سنكتب damage وسنضيف له ed في آخر الكلمة damage هذه هي الإجابة الصحيحة لماذا قمت بإضافة ed؟ لأن أي فيال في اللغة الإنجليزية لتصريفه في زمن الماضي نضيف له فقط ed في آخر الكلمة إلا إذا كان من الأفعال الغير المنتظمة أو irregular verbs أنا ذاك فصيغة الفعل تتغير كليا الآن سنمر إلى الجملة رقم واحد بالنسبة لجملة رقم واحد لدينا after Nabil retired from work he moved to the countryside يعني بعد Nabil retired تعني تقاعدة from work يعني تقاعدة من العمل he moved to the countryside وهنا الفعل الذي ينبغي علينا أن نصرفه هو retire أولا ينبغي عليك أن تقرأ الجملة جيدا وتحدد هل هناك كلمات تدل على الزمان داخل هذه الجملة من طبع الحال ليست هناك أي كلمات إلا هذه الكلمة after التي تعني بعد أن ولكن إذا قرأت هذه الجملة كلها ستلاحظ أن هناك لديك فعل moved moved يعني انتقل إلى وهذا الفعل يوجد في زمن الماضي كما تلاحظ لأنه توجد فيه ed في آخر الجملة إذن في هذه الحالة فعل moved كما قلت يوجد في زمن الماضي إذن نتحدث عن حدتين في الماضي الحدث لدينا حدث retire يعني تقاعدة ولدينا حدث moved بما أن هذا الحدث صرف في زمن الماضي إذن هذا الحدث ينبغي أن نصرفه في زمن past perfect وسأوضح لك أيضا لماذا إذن أولا سنصرف هذا الفعل في زمن past perfect ما هو past perfect؟ هو had ثم فعل retire كما تلاحظ ونضيف له أيضا إيدي في آخر الكلمة لماذا؟ لأن past perfect هو had زائد past participle وفي الامتحانات الوطنية دائما عندما نتحدث عن زمن الماضي ولديك after ولديك subject مثلا subject في هذه الحالة هو نبيل هذا الفعل منطقيا يجب أن يكون في past perfect منطقيا ليس هناك أي تصريف آخر منطقي إلا past perfect لأننا نتحدث عن حدثين في الماضي وهذا هو الحدث رقم واحد دائما نضعه في past perfect والحدث الثاني كما تلاحظ فنحن أصلا قمنا بإعطائك الحدث الثاني في simple past سأصرح لك الجملة حتى تفهم أكثر بعد أن نبيل تقاعد من العمل هو انتقل إلى الريف إذن أولا فهو تقاعد من العمل بعد ذلك انتقل إلى الريف وكل هذا في الماضي إذا كان لديك مشكل في هذا الدرس عد إلى فيديو خاص ب past perfect يعني زمن الماضي التام وستفهم جيدا ما أقصده هنا إذن بالنسبة للجملة رقم ثلاثة أولا لدينا أول شيء نبغي عليك أن تلاحظه هنا هو هذه العبارة last sunday يعني في يوم الأحد الماضي أو الأحد الماضي ما تدير إذن الأحد الماضي هنا يعبر عن ماذا؟ يعبر عن زمن الماضي لهذا منطقيا فقمنا بتصريف هذا الفعل stay في زمن الماضي كما تلاحظوا هنا لدينا stayed لماذا stayed؟ لأننا نتحدث عن last sunday لذلك قمنا بتصريف هذا الفعل في simple past نفس الشيء مثلا بالنسبة للجملة الثانية لدينا هنا last december قمنا بتصريف هذا الفعل في simple past يعني نفس الشيء ولكن ليس لدينا أي مطلوب في هذه الجملة فهي جملة فقط بدأت هنا وانتهت هنا لكي تعطينا فكرة أولا أننا نتحدث عن زمن الماضي لماذا؟ لأن هذا الفعل أولا صرف في زمن الماضي ثانيا لدينا last sunday يعني كل هذه الأحداث تقع أو تحدث أو حدثت في يوم الأحد الماضي ثم هنا لدينا if دائما عندما تبدأ الجملة بif ماذا يعني هذا؟ يعني أننا نتحدث عن conditional sentences أو الجمل الشرطية ولكن أي نوع من الجمل الشرطية؟ أولا لديك if ثم لديك بعدها subject i كما تلاحظ فهذا هو subject i يعني هذا هو الفاعل subject i ثم لديك الفعل إذن في أي زمن يوجد هذا الفعل هذا الفعل كما تلاحظ had known هذا الفعل يوجد في past perfect مثل had retired يعني نفس الشيء مثلا had retired يوجد في past perfect كذلك had known يوجد في past perfect إذن عندما تكون لدينا if ويتبعها subject ثم يكون هناك الفعل في past perfect فنحن نتحدث عن conditional type 3 أنا ذاك التلميذ ينبغي عليه أن يتذكر جيدا قاعدة conditional type 3 سأكتبها لك هنا إذن للتذكير فقط من طبيعة الحال إذن بالنسبة للقاعدة الخاصة بconditional type 3 هي أولا if ثم يكون هناك subject يعني الفاعل ثم يكون هناك الفعل في past perfect وهذا هو if clause أو الجملة التي تعبر عن condition أو السبب أو الشرط بالنسبة للنتيجة دائما يكون لدي subject أولا يعني هذه القاعدين بغي عليك أن تعرفها جيدا ثم ماذا يأتي بعد subject تأتي عبارة إما would have أو would not have يعني هذه هي القاعدة الخاصة بconditional type 3 وأخيرا يأتي الفعل الرئيسي في ماذا يأتي في صيغة past participle إذن كما تلاحظ هنا في هذه الجملة أصلا نصف الجملة كتبة في الامتحان أولا لديك if كما تلاحظ هنا أصلا كتبت في الامتحان ثم لديك subject i كما تلاحظه فهذا هو subject i ثم لديك هذا الفعل في past perfect إذن if i had known about the concert i attend والفعل الذي ينبغي على التلميذ أن يصرفه في زمن ما هو attend إذن ماذا سيقوم به التلميذ هنا أولا ستلاحظ أن i هي subject أعطيت أصلا إذن ماذا ينبغي على التلميذ أن يضيف سيقول i would have لماذا لم يقل تلميذ i would not have لأنه لو كان المطلوب هو would not have لو وضعنا not مع هذا الفعل إذن i would have ثم سيضع الفعل الرئيسي وهو الذي يوجد بين القوسين في هذه الجملة بين في past participle وهو في الأتن نضيف له فقط ed في آخر الجملة إذن بقليل من التحليل فقط يمكن لك أن تجيب على مثل هذه التمارين بدون أن ترتكب أخطاء وإذا كان لديك مشكلة مرة أخرى في conditional type 3 يمكن لك فقط أن تعود إلى الفيديو الذي وضحت فيه conditional type 3 بتفصيل مميل الآن سنمر إلى الجملة الأخيرة بالنسبة للجملة الأخيرة أو الجملة رقم أربعة أول شيء سألاحظه هو i wish إذن هذه الجملة فهي تبدأ بi wish عندما نقول i wish i فنحن نتحدث عن التمني إما التمني أو إما الندم إذن التمني هو أن تتمنى شيئا الآن أما الندم هو أن تتمنى لو كنت قمت بشيء ما في الماضي إذن يمكن أن يكون التمني في الحاضر ويمكن أن يكون في الماضي لهذا هذه هي الحالات الوحيدة الممكنة إذن i wish i سأقرأ الجملة not miss my friend Sweden he was really disappointed إذن ليست لدي أي كلمة هنا تدل على الزمان ولكن سأبحث عن الأفعال سألاحظ أن هذا الفعل i was really disappointed يعني كنت حقا خائب الأمال أو خائب الضم disappointed يعني خائب الأمال أو خائب الضم إذن was تعني كنت إذن كنت فهي من طبيعة الحال في زمن الماضي كما تلاحظ إذن هذه الجملة فهي تتحدث عن زمن الماضي وإذا كنت قرأت مثلا درس wishes في الماضي فالقاعدة بسيطة جدا دائما تكون لدي i wish ثم subject والفعل يكون في past perfect فقط لأننا نتحدث عن الماضي لو كنا نتحدث مثلا عن الحاضر لقلنا i wish ثم subject والفعل يكون في simple past وليس past perfect لهذا هذا الفعل سأضعه في past perfect وبما أنه ما هو past perfect فعل miss هو had missed مثل had retired هنا أو had known في الجملة الثالثة ولكن هنا لدي not لnegative form إذن بكل بساطة سأضيفها بين not والفعل إذن سأقول had not missed إذن هذا فيما يخص هذا التمرين إذا كانت لديكم أي تسئلة في هذا التمرين يمكن لكم ترفعها في التعليقات أسفل هذا الفيديو الآن سنمر إلى تمرين موالي لأن هنا أختار فقط التمرين التي لا تكون بسيطة جدا لكي تستفيدوا من طرق الإجابة عليها إذن سنمر الآن إلى تمرين آخر من تمرين أزمنة الأفعال في الامتحانات الوطنية هناك بعض التمرين على فكرة تكون بسيطة جدا وهناك بعض التمرين تحتاج إلى المزيد أو القليل من التفكير والتحليل للإجابة عليها الآن سنمر إلى التمرين آخر وهذا هو التمرين الذي أمامكم سنضعه هنا وسنشرح طرق أو طريقة الإجابة على هذا التمرين إذن كالعادة هذا التمرين كما تلاحظ فهو أعطية على شكل فقرة عندما يعطى التمرين على شكل فقرة فينبغي عليك أن تتعامل مع التمرين على أساس أن كل جملة مستقلة بذاتها إذن السؤال كالعادة هذا هو السؤال كما تلاحظ نفس السؤال ضع الأفعال التي توجد بين القوسين في الزمان المناسب إذن سأقرأ الجملة عندما أولا سأقرأ الجملة أول شيء سألاحظه هو إذن ماذا تعني الشهر الماضي إذن عندما نقول الشهر الماضي فنحن نتحدث عن ماذا؟ نتحدث عن زمن الماضي إذن الشهر الماضي نتحدث عن زمن simple past أو زمن الماضي ولكن هنا لدي حدتين داخل هذه الجملة إذن أولا أتحدث عن الماضي يعني عرفت أنني أتحدث عن الماضي ولكن لدي فعلاني في هذه الجملة الفعل الأول هو get والفعل الثاني هو go to France إذن السؤال هو في أي زمن سأضع هذا الفعل وفي أي زمن سأضع الفعل الآخر بما أنني أتحدث عن الماضي هذه من استراتيجيات الإجابة بما أنني أتحدث عن الماضي وهنا لدي after يعني بعد وبعدها هناك subject كريم كما سبق وقلت فهذا الفعل منطقيا يجب أن يكون فقط في past perfect فقط لأن لدي after ثم لدي subject ولدي الفعل وأتحدث عن الماضي إذن منطقيا هذا الفعل في زمن past perfect فقط ليس هناك أي زمن آخر إذن ما هو past perfect؟ هو had got ويمكن كذلك أن نقول had gotten يمكن أن تقول had got ويمكن أن تقول had gotten أما بالنسبة للفعل الآخر فهو منطقيا سيكون في simple past إذن after kareem had got his visa last month he بالنسبة للفعل لقو في simple past هو went إذن he went to France to start a new business سأصلح لك المعنى لكي تفهم أن هذا بالفعل هو الحدث الأول الحدث رقم واحد ثم هنا went فهو الحدث رقم اثنان إذن الجملة هي كريم after kareem had got his visa last month يعني بعد أن كريم حصل على الفيزا الشهر الماضي هو ذهب إلى فرنسا لكي يبدأ new business يعني تجارة جديدة أو مشروع جديد إذن أولا فهو حصل على الفيزا last month يعني أولا حصل على الفيزا في الشهر الماضي بعدها ذهب إلى فرنسا لكي يبدأ مشروعه الخاص دائما الحدث الأول في الماضي نضعه في past perfect والحدث الثاني يكون في simple past وهذه القاعدة العامة للفرق بين simple past و past perfect ثم لدينا هنا his wife يعني زوجته join him soon بالنسبة للsoon تعني قريبا إذن عندما نقول شيئا ما سيحدث قريبا عندما نقول قريبا فأعتقد أنك عرفت الإجابة على هذه الجملة قريبا في المستقبل لا يمكن أن تعني في الماضي عندما نقول مثلا زوجته تلتحق به قريبا if she gets her visa يعني لو حصلت على فيزا إذن قريبا فنحن نتحدث هنا عن simple future إذن فقط هذا الفعل join سأضعه في simple future وهي will زائد الفعل الرئيسي في infinitive will join him يعني سوف تلتحق به if she gets her visa يعني لو حصلت على تأشيرتها إذن هذا هو التمرين الموالي كما قلت إذا كان لديكم أي سؤال في هذا التمرين قموا بطرح أسئلتكم في التعليقات أسفل هذا الفيديو والآن سنمر إلى التمرين الأخير من هذه التمرين لكي لا يكون الفيديو طويلا جدا إذن بالنسبة للتمرين الموالي فهو على الشكل التالي الذي يوجد أمامكم سنأخذه إلى شاشة الشرح وسنشرح كيف سندعو أو في أي زمن سندعو الأفعال التي توجد بين القوسين إذن كما تلاحظ هذا هو التمرين وبالنسبة للتمرين هنا لديك ثلاثة نقاط ونفس السؤال put the version in brackets in the correct tense ضع الأفعال التي توجد بين القوسين في زمن المناسب يعني حتى وإن كنت مثلا حتى وإن كنت لم تفهم جيدا فقط اقرأ لنفترض أن التلميذ هنا لم يفهم جيدا ولكن شاهد بعض الفيديوهات يعني شاهد بعض الفيديوهات على الأنترنت I'm in ورزة now أنا في ورزة الآن I came here four days ago after I visited أول شيء سيلاحظه التلميذ هو أن هنا لديه after يعني أولا after ثم لديه subject ماذا قلت عندما تكون لديك after والsubject منطقيا هذا الفيال سيكون في past perfect منطقيا لو كانت before سيكون في past simple أو simple past إذن هنا حتى وإن كنت لم أفهم سأكتب مثلا had visited وهي إجابة صحيحة ولكن سأصلح لك أيضا لماذا هذه الإجابة صحيحة أولا كيف عرفت أننا نتحدث عن زمن الماضي لديك هنا four days ago four days ago تعني أربعة أيام من قبل إذن four days ago تعني أربعة أيام من قبل سأكتب لك الترجمة هنا أربعة أيام من قبل إذن هنا أتحدث عن زمن الماضي واضح جدا لأن بكل بساطة لديها four days ago أربعة أيام من قبل إذن I am in words of that now أنا في words of that الآن I come here four days ago four days ago تعني أربعة أيام من قبل وهنا لدي هذا الفعل come أتيت يعني أتيت إلى هنا أربعة أيام من قبل إذن هذا الفعل سأضعه في simple past فقط إذن simple past فعل come هو came بأي سأتذكر هذا جيدا came بأي إذن I came here four days ago يعني أتيت إلى هنا أربعة أيام من قبل بعد أن زرت مراكوش إذن أولا زرت مراكوش إذن هذا هو الحدث رقم واحد في الماضي وهذا هو الحدث رقم اثنان دائما الحدث الأول يكون في past perfect والحدث الثاني يكون في simple past وهنا تحدث عن الماضي وحتى إن كنت لم تفهم هذه القاعدة فقط إذا كانت لديك after وهناك subject i فهذا الفعل منطقي سيكون في past perfect ثم الجملة الموالية إذن هذه الجملة انتهت في هذه النقطة ليست هناك أي علاقة بين هذه الجملة والجملة الأخرى إذن لديك هنا I hope buy هذه الفكرة أركز عليها دائما لأن من بين الأشياء التي لا ينبغي للتلميذ أن يضيع فيها النقاط في الامتحانات إذن buy تعني في أفق ولكن لنفترض أن التلميذ لم يفهم أصلا ماذا تعني مثلا buy لنفترض فقط لأننا نتحدث عن التلميذ الذي ربما مستواه محترم جدا في اللغة الإنجليزية إذن buy the end of next year يعني في أفق نهاية next week معذرة إذن buy the end of next week يعني في أفق نهاية الأسبوع المقبل I discover دائما عندما تكون لديك buy ويتبعها زمن ما في المستقبل فهذا الفعل منطقيا يجب أن يكون في future perfect ما هي future perfect هي will have يعني will have ثم الفعل الرئيسي وهو discover سيكون في past participle will have لا تتغير أبدا سواء نتحدث عن المفرد أو الجمع أو المؤنت أو المذكر إذن will have discovered most of the wonderful places in the south إذن هذه الإجابة الصحيحة على هذا التمرين مرة أخرى إذا كان لديك أي سؤال قم بطرح سؤالك في التعليقات أسفل هذا الفيديو إذن في هذه التمارين التي اشتغلت عليها هنا ستلاحظ أن الأغلب الأزمنة التي تكررت في كل هذه التمارين هي كالتالي أولا لديك simple past يعني راجع جيدا simple past ثم لديك simple future يعني زمن المستقبل البسيط ثم لديك كذلك future perfect دائما future perfect ستلاحظ هل لديك by زائد future time في المستقبل يعني by زائد وقت ما في المستقبل ثم لديك past perfect يعني هذه كلها أزمنة تكررت في هذه التمارين بالنسبة لل past perfect هو had زائد past participle والكلمات المفتاح بالنسبة لل past perfect في بعض الأحيان تكون لدينا after في بعض الأحيان تكون لدينا before في بعض الأحيان تكون لدينا when أي دائما لدينا حدثان داخل الجملة بالنسبة لل simple future لأن القاعدة بسيطة جدا سأتكرها أيضا هنا simple future هي will plus verb فقط وبالنسبة للكلمات المفتاح الخاصة بsimple future يمكن أن تكون soon يعني قريبا كما لاحظت في بعض التمارين التي أجبنا عليها يمكن أن تكون tomorrow يعني غدا يمكن أن تكون next week يعني الأسبوع المقبل أو next month عامة next زائد وقت ما في المستقبل أما بالنسبة لsimple past فsimple past القاعدة هي verb زائد ed يعني فقط الفعل زائد ed ولكن إذا كان الفعل simple verb أما الأفعال التي هي irregular verb فهي تتغير بالنسبة للكلمات الدلة على simple past هي مثلا ago تعني من قبل يمكن كذلك أن نقول مثلا last week يعني السبوع الماضي أو last year أو مثلا in 2003 يعني في سنة 2003 بالنسبة للقاعدة الخاصة بfuture perfect كما قلت هي will have زائد past participle يعني will have plus past participle إذن هذه هي الدروس التي تتكرر في الامتحان وهي في الحقيقة بسيطة جدا ينبغي عليك فقط أن تستثمر بعد الوقت لمر جاعة هذه الدروس وأنا متأكد أنك سوف تجيب على التمرد بطريقة صحيحة إذن إخواني أخواتي إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو إذا كانت لديكم أي تسئلة حول ما اشتغلنا عليه في هذا الفيديو يمكن لكم طرح أسئلتكم في التعليقات أسفل هذا الفيديو إذن إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو ترجمة نهاية الفيديو